مرحباً كجزء من الاتحاد الأوروبي تقدم ألمانيا لطلابها حرية الاختيار بين جميع جامعات هذا الاتحاد علاوة على ذلك يجب التأكد من أن المقررات التي تمت دراستها وشهادات إتمام التحلم معترف بها أو معتمدة على حد سواء في جميع دول الاتحاد الأوروبي وهذا بالضبط يتم تحقيقه عن طريق النظام الأوروبي لاحتساب المواد الدراسية بين الجامعات الأوروبية والمعروف اختصاراً ACTS يكفل النظام الأوروبي لاحتساب المواد الدراسية بين الجامعات الأوروبية الاعتراف بالأداء الجامعي الذي قام به الطالب أحد المرات في حال قيامه بتغيير الجامعة ضمن نطاق جامعات الاتحاد الأوروبي ويتم ذلك عن طريق وحدات الكفاءة للمقرر التعليمي والتي تعطى لكل فعالية أو لكل وحدة دراسية في العادة يجب على الطالب إثبات حصوله على 180 وحدة كفاءة للمقرر التعليمي في نهاية دراسته لدرجة البكالوريوس أما بالنسبة لدرجة الماجستير فيتوجب على المرء الحصول على 120 وحدة كفاءة للمقرر التعليمي إن منح وحدات الكفاءة للمقرر التعليمي من خلال النظام الأوروبي لاحتساب المواد الدراسية بين الجامعات الأوروبية يجعل من السهل إجراء تقييم أفضل لجهد العمل وهنا يسري الحساب التالي فوحدة كفاءة HCTS تساوي أو تطابق 25 إلى 30 ساعة جهد العمل لوحدات المقرر التعليمي في حال قيام الطالب بعد فصلين دراسيين بتغيير الجامعة وحصوله على 60 وحدة كفاءة للمقرر التعليمي عندها سيكون معترف به من قبل الجامعة الجديدة في حال مطابقة محتويات الوحدات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة